وإحنا بنتكلم على صديق وجوله حنعرض فيديو فيه الحاجات اللي بيعرف يعمل على صديق وجوله حتلاقي وإحنا الفيديو شغال معانا كده حتلاقي قدرة على المروغة على الدخول منطقة الجزاء ودي يمكن أكتر حاجة أنا بدور عليه ده من أيام سموح اللي هو التلت الأخير حدود المنطقة وجوه المنطقة اللعيب مميز بيقدر يلعب وراء المدافعين بشكل كويس جدا وبيقدر ينهي الهجمات بشكل كويس في الفيديو ده من أيام سموحة وهو مميز في الحتة دي يقدر يتسلل وراء لعيبة أطراف الملعب بيلعب في الثلاثين يارضة الأخيرة كلهم يا كريم الزمالك مش محتاج لعب خط قوي طالما أنت عندك زيزو فتح الخط محتاج اللعب اللي قدامك يكون بيلعب لجوه الملعب وده اللي بيعمل له صديق وجوله بيقدر دي طبعا فيه غلطة من الحارس بس الأماكن توجد صديق وجوله لا وزاكي كمان اللي نتوقع أنه هيحصل كده دايما نركز في الأماكن اللي موجود فيه صديقه جوله يا كريم مهاجم تاني وراء المهاجم مش بعيد عن طالما أنت عندك زيزو طالما أنت عندك زيزو فيكفي أن عندك لعب يقدر يفتح لك الخط اللعب التاني لازم يكون لجوه الملعب هو بيقدر يلعب يمين وبيقدر يلعب الشمال لأنه بيلعب برجله اليمين لكن أعتقد مكانه المناسب أكتر لجوه الملعب وده حتلاقي دايما 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 جوه الملعب قوي وده على فكرة اللي بيدور عليه جوزيجو ميز في لعبة الإنسايدز يعني هو بيدور عن باكات الأطراف تفتح واللعب بتاعي يخش بقى ده هدف في الزمالك بشماله بشماله هو رجل بس هو أكتر بيلعب بيمينه بس بيقدر يتسرب بشماله بالزبط بالزبط ملاحظة الرجله الضعيفة كمان كويس كويس وأنا أهم حاجة في الفيديو داي يا كريم أماكن طواجه صديقه جوله اللي الزمالك بيعانيه أنا عايز أقول مصطفى شهلا بيسجل مع الزمالك ثلاث أهداف أو أربعة كلهم لما بيدخل فالزمالك عايز الحتة دي في صديقه جوله وهو يقدر دي ولو تركز بقى في الأسستات كمان بيقدر يفوت في واحد على واحد وده اللي الزمالك محتاجه شويتين كمان لعب يفوت في واحد على واحد